هاريك شنو لله وضح ليك او لا وضح ليك? وضح لا ما وضح? الموضوع واضح. اس عديل بيقول لك شوف نحنا مشكلات لما عمال كزان. نحنا دين ده ما دايرينه. عديل العلمانين بيقولوا الكلام ده. بيقولوا شنو يا جماعة? بيقولوا دين ما دايرينه. شاكدة دعاة الضلال ديل نحنا اللي متكلم فيهم طوالي ليه? لأن دي لا أكبر الأسباب اللي بتود الناس جهنم دعاة شنو يا جماعة? دعاة الضلال. شاكدة الرسول صلى الله سلم. كما جاء كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه. قال لما ربنا قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولا تتبعوا السبلة. فتفرق بكم شنو? عن سبيله. قال ابن مسعود رضي الله عنه. قال خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما. قال وضع علينا خط مستقيم. وقال لهم هذا صراط الله. قال لهم ده الدرب بتاع الله. ركز كويس يا طالب. قال لهم ده درب بتاع الله. قال وضع لهم خطوط. يعني بعد ما رسم لهم الخط المستقيم عمل لهم خطوط عن يمين الخط الاول. وخطوط عن شنو? عن يسار الخط الاول. وقال لهم ده طريق الله وهذه شنو? الطرق المعوجة ديسوه للشيطان. وعلى رأس كل طريق وعلى رأس كل طريق يعني في كل طريق قال لهم شيطان. من اجابهم الى ما يدعون لهم شنو يا جماعة? غزفوه وين? غزفوه في النار. الشياطين ديال يا هم بتاعنا لحزاب. بتاعنا شنو يا جماعة? بتاعنا لحزاب. والليل التي تلك في كتار من الطلبة يجي يقول لك الصوفية بقولوا لينا آيات. الكيزان بيجيبوا لينا آيات. واسمعات? كل مية واحد بيجيب لنا حاجات. العلماني زات الشيوعين بيجيبوا بيجيستدلوا على الشيوعية زاتة يجيبوا لك لا يقول لك شنو? يقول لك زاتة في الاسلام قاعدة يقول لك. الاشتراكية. الناس شركاء فيه ثلاثة. قال شركاء فارق بين شركاء فارق بين اشتراكيات. طب بليل ساكت ما باهم حاجة. فارق بين شركاء فارق بين شنو يا ما بين اشتراكيات. يا ربتا? الشريك ده ممكن يكون عنده كم ساهم. عنده ساهمين. ممكن يكون دعشرة. يا ربتا كيف? فوضع لهم هذا الخط وعن يمين ذلك الخط خطوط وعن شمالي وبيقال لهم من ذوي السرط وذي الطرق المعوجة المنحرفة. اللي بيجيبوا له من شجاه النم. لكن زي ما ذكرت لك انه ده كلهم بيجيبوا ادلة. كل واحد بيجيب لك دليل. ده بجيب لك دليل ده بجيب لك دليل. وتلقة الله بيقول لك احنا نتابع منه. المتابعة يا اخواننا الكتابة السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم امرين. ما انتمسكتم بهما لن تدلوا بعده. كتاب الله هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة في حاجة ثالثة مهمة جدا. اللي يفهم شنة معه? فهم الكتاب والسنة. لان الصوفية بيفهم القرآن على يفهم الشيوخ. والكيزان ومن شايعهم. بيفهم القرآن شنو? حسب الجماعة بتعننن. بيجيب لك الآيات وشتغل نجر. بيجيب لك فهم تفهمه. ده ما كلام الله. سبحانه وتعالى. ليس هذا بمراضي الله سبحانه وتعالى. من الادلة. ومن هنا بارة شنا يا معا? بارة البدعة. لشان كده اول من خرج. اول زل جاب بدعة بدعة الخروج. ودعم بدعة الخروج يا جماعة شو بيتممكن بينك بأن نفسك تقبل ملحد. تأثر في النفر نفرين. براه كده. تقول لنا ما دائرة الدين ده. تمشي. في ناس قالوا ما في حاجة سيما قدر. وان الامر عنف. يتخارجوا. في ناس تانين كده. كفروا الصحابة ده الشيعة. لكن بدعة الخروج دي خطرة جدا. لانها ما بتتعلق بالانسان بنفسه. دي بتضر المجتمع بالصوطة الواطنية كلها. شفت الخروج ده ده بصوطة الصالح والطالح. لانه السيف ده لمن يمرك ما يعرف لك ده كويس وده كعب. شان كلا من فتنة العثمان بن عفان. قال لما دي خاشة شنائي معا. خاشة في في مشاكل زيدي ليه لخروج هذه البدعة. السواب بدعة. السواب بدعة. لما جاء رجل قال للنبي صلى الله قال لي اعدل ما هذي قسمة وريد بها وجه الله. قال لدي ما قسمة. جواق في قدام النبي صلى الله سلم. لان الرسول صلى الله سلم جاد غنايم من البحرين. الناس الجداد في الدين اداهم اداهم مال كثير. حتى ان الرجل اعطاه غنم قال ليك ما بين جبلين. جبلين كده في النس غنم ساقين قدامهم فاته هلو. ما شاء لها هلو قال لهم اتيتكم من عندي رجل ينفق انفاغ من لا يخشى الفقر. قال لهم ده زول بنفق انفاغ عجيب مرة عيد. القبيلة كلها دخلت شنائي معا. دخلت الاسلام بغنم. بغنائي مات. وده من فقه النبي صلى الله عليه وسلم. اما الصحابة اللي عرفوا الاسلام ورسخ عندهم الايمان ترى شنو? جاء البليد ده ده اول كوز. اول كوز في التاريخ ياهو ده. انت متضحك سايا كلامي ده بجدد والله. ممكن ناقشك في الكلام ده. اول كوز في كون ده ياهون ده الزود ده. اسمه ذو الخويصرة التميمي. ده شيخ الجماعة ده. جاء. جاء في قدام النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعدل ودائما ينزل الخروج بيكون بليد. ما بيفهم. ما بيفهمني اي. جاء اللي اعدل ما هذه قسمة اريد بها وجه الله. قال له قسمة دك دين تا ما ابتغيت بها الله. يتا ما مخلص يا رسول. وقسمة دك دي قسمة الظالمة يا رسول الله. صحابة قاعدين قال لها فلا نضرب عنوك هذا المنافق. ودائدوا اللي عليك على ان الصحابة ما بجامل في الدين. قبل دقيقتان كان شايفين نزولهم. بعد شوية شناية معه. طوال الصحابة دي لسه ما في لعب في الدين ده نهاي. دينها ما بلعوه فيه. جاء رجل الله وقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذاك لفقه النبي صلى عليه وسلم قال له دعه يخرج من ضيء ضيء هذا. من ضيء ضيء هذا يعني من سلالته. اما يكون عن من سلالته يعني من جنسه او من سلالته اي من على طريقة على منهجه يعني. على منهجه. وذكر الكلام المعروف عند الناس. وشاهد من الكلام انه الشغل الذي جاءت بشنه يا جماعة? جاءت ببضعة. انه نزل فسروا الاحاريث تفسير خاطئ. وفسروا الادلة تفسير خاطئ. يبقى الفهم ما في المشكلة ما في الآيات ولا في الاحاريث. المشكلة في فهم شنو في فهم شنو يا جماعة? في فهم النصوص لانه يجيب يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده. يقول لك شفت اول حاجة باليدين. انه احنا طوال نشين كلاشاتنا ونبش نشتغل. يريب تقيد? ده فهمهم كي ده فهم هالكيزان والاخوان المسلمين عموما. فهم بتاع شنو يا ما? فهم بالدل فهم. بيجيبوا الادلة بيفهموا غلط. وغير من الادلة. كفروا الناس شرحوا عيات غلط. ومن لم يحكم بمعنظر الله فوليكم شنو? فليكم الكافرون. الى اخر شنو? من ذلك. ده الموضوح هنا. الناس ذيل ضلوا لانهم شرحوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم شرح خاطئ. شنو كده ابن القيم قال سوء الفهم عن الله وسوء الفهم عن رسول الله اساس كل بدعة. شنو كده يعني تركيزنا دائم بيكون على اهل البدع. ذكر العلامة ابن حجر قال جهاد واهل البدع مقدم على جهاد اليهود والنصارى. قال لانه جهاد اليهود والنصارى جلب للربح. وجهاد واهل البدع محافظة على رأس المال. والمحافظة على رأس المال اولى من جلب الربح. شنو كده هذا البدع نردوم الردم شريط جدا. لانه دائما جماعة الزول كل ما الزول كان شكله بيجبه الدين ده بكون اخطر. علشنو? هاد المسلمين. ويتماشي. ان الله شبعين ما خائفه منه. شو ايه لا مواضح هذا كافر. ولا ما كافر. تعال قول الله ما كافر. تعال له هنا بديك فرصة. وانو ان ديه لنا سأب. هايا قيف نور. انا جهيك دقيقة بس اصبر الله جهيك. هايا قيف نور رفيك. لا ما فينا. ديهانا دا تشد رجال هنا. في نور هنا. لو في نور ايه لان الناس قالوا المرة والراجل قالوا واحد. ولا ما قالوا واحد. ويجابوا انت باغي يا سوداء سيداو. انت باغي يا سيداو دي بترجع لك الدولار? يا بليد. عاربت اقاب? قال هايا قيف النور فيك نور بالتلواطة اختي. بالله. قال شنو كده تدي للجعان دي غامة وتدي العطشان دي غامة شنو كده ما عارف حياته تتمطى وتفلأ. والله يا راضي. والله يا دي انت عارف ده واسه عجيب مرة واحد. قال حياته تتمطى. ديش عاربة مريسة ولا شنو? قال حياته تتمطى وتفلأ فيك فزالة البناها. دي كوزة ولا شنو? ما عارف جرح الوطن خطن 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 ما منه نط. هسي ما نطيت? ولا ما نطيت? هسي قال قال دي الدولة العميقة قال. اي واحد كحاضر زيولي قد دولة العميقة. يا ولي التفاشل ساي. خلاص بيكت الحمارة القصيري? طيب. فنرجع ونقول ان دي الناس منحرفين. شاكد النبي صلى الله عليه وسلم في الحريث. قال افترغت اليهود على واحد وسبعين شنو ايماعة? فرغة. وافترغت النصارى على ثنتين وسبعين فرغة. قال كل في النار اللي اشنو? الا واحدة. الصحابة سألوا طوالي. الصحابة اشنو ايماعة? سألوا. قالوا وما الواحدة يا رسول الله? قال ما عليه انا وشنو? وصحابتي. يعني الحق الدين الحق هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابتي. في حريث اخر قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجز وياكم ومحدثات محدثات شنو? الامور. فان كل محدثة بنعة وكل بدعة شنو? ضلالة. شان كده القضية كلها في فهم القرآن وفهم شنو? وفهم السنة. انك تفهم الدين على فهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من النقطة دين ابداليك? اي طائفة موجودة هنا دا? انا احنا بنوزنا. انا ونجيب كلامنا من رأسنا. الصوفية ديل. قالوا ما هل الله? وقالوا هم الصف المقدم بين يدي الله. جابوا البرعي عما قال برعي. دا طبعا مات بحصحاصة. ربنا صلت عليه حصوة في كلوته انقرط. نادى التاية ما نفات. نادى بعصاية ما نفات. مات فطيس هنا في مستشفى سايرون هنا. هريب تاكد? ديل قال سهله في برنامج. زمال الكعزان ما بلمعه فيه. زي يلقى حاطة هسي. بلمعه في الجمهورين. الجمهورين ما بيحلوك. ما بحلوك الجمهورين يا علماني. هريب تا? فقال سهله من الصوفية معناه شنو? وذاته ما عارف. قال قاله وذاته ما ناكش الحاصل شنو. زي بتافت اساي. حصل اليوم لقيت لك كتاب للبرعي في الفغي. لقاك. لقاك البرعي دا ما اللي فلو مسند مسنده بعين وابكون شافوا ذاته. دا باز ما هايوبة. ما هايوبة ونطيط. شوف تاكد? فقالوا اهل الله. تاقل انو شو بان نازل بيقوله بيشنو? تعاشب القرآن والسنو بتقول بيشنو. اتا طالب لابو توزن يكون داك ميزان شغل بيو. ازالوا داري بنلاحيطة. عندها ميزان وعندها ميزان. لو داري انت دكتور زول عنده دغت. الدغت عنده ميزان وعنده ميزان. هاي عاجة دا ميزان. الدين دا توزن الانسان بيش ناجم معه? بالكتاب والسنة على فهم شنو? اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لانه فهم السلف ده حجة. فهم السلف حجة ربنا قاله ومن يشاغق الرسولة من بعد ما تبين له الهدى ويتبع شنو? غير سبيل المؤمنين. اللي بفارق سبيل المؤمنين ربنا قال نوليه ما تولى ونصله جهنم وشنو? وساة مصيرة. شان كده الفهم الصحيح هو الكتاب والسنة هي السلفية. السلفية دي دين الله. اسمع الكلام دي يا علماني. يا علماني. السلفية دي دين الله. وده الدين الحق. بداخلها شنو يا معا? جنة الله سبحانه وتعالى. اجي منهج خلاف المنهج السلفي اللي هو الكتاب والسنة على فهم الصحابة ده فهم شنو? ده منهج باطل وليس بمنهج شنو? اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليس بشنا جماعة? بمنهج اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واسي حاجيك علماني مقول لك يعني اتو الفرغة الناجة انا كشخص ولا الجماعة القاعدين ديل ما بنقول ديل داخلين الجنة. لا انا لا الناس القاعدين ديل. لانه دي دائرة دليل. تدخل لك زول الجنة. اسي جماعة ولقى الشوهده. الشوهده يعني شيء تلب الجنة. تقال الشوهده من درمان? الشوهده دي عشي تلب الجنة يعني. عندك دليل? ما عندك دليل يا اخي. ماش يهي ساي زي الكيزان. كيزان زمان جننونة. منظمة الشهيد زعموت. منظمة. انت برضو انت تعملين انا ستبوتها في رأسنا برضو انت. الامام البخاري قال في البخاري. في البخاري. قال باب. لاي وقال شنو? فلان شهيد. ما بنقول لك ديل في الجنة. لكن نقول لك المنهج الذي نعتقده. ده بوديك وين? ايوه. ده الفهم كده. قال لي ويلي يجيني واحي صوفي. معلاش يا ابشوك بس عشر دقائق. يجيني واحي صوفي. يقول لي خلي الله ونادي الشيخ. ده الاسلام. يجيك البراي. يقول لك في الدلد ناديه. قوموا صيح له. وارمي الحمال علىهم وابقى منهم وفيهم. هل تدين الله? تدين? استاذك يا فقير. كن له زليل حغير. واتبع له كالصغير. وإياك من الكجار ومعامل الشلية معه. معامل ده التجار. بعد ذا قال ليه شنو البراي. ده البراي. قال في كربك عنده. هذا الاسلام. ده دين الله. بيضغيزك شنو? جون ده. الخنجر. دي تور الخنجر. قال داير مطرة تمش للشيخ. عديل قال لك. بصريحة العبارة في المولد. حامد بابقى للمشرك كان قاعد. قال لي مش يا حامد. قال لاي شرك زيادة يعني. ريف تلحاصل على شركة القديم. قال داير مطرة. اخوان دي بلدنا. ده السودان. ها? قال حانا ابنيه. تابني كوبا ولا تابني شنو انت. سودان اقدام اطيق انت بالله. ريف تلحاصل. فقال لها قال داير مطرة قال بي قال تقول تمشي للشيخ تديو بياط. ما داير الشيخ بياط قال المطرة ما بتنزيل لك شنو? في حواشتك. قال تلقى حواشة ضرب مثال تلقى حواشة بيناتها تقند ده دفع البياط المطرة ورر نزلت. وده ما دفع مطرة شنو? ابا التنزيل. قال وبيجيك وهابي. هل يك الله في تعمه دكتر من كلا يا معا? اللي هو نحنا? وبيجيك وهابي. يقول لك اسأل الله. اها بتسأل الله برضو شنو? ما بتجيك. هل يك الله تعني في كفر اكتر من كلا? هاي يا اخوان يا طلاب يا مسلمين هل هذا دين الله? ربنا قال واذا اسألك عبادي فاني شنو? قريب. اجيب دعوة الدعي. اذا دعان. فليستجيبوا لي. والي هو بنبي شنو? العلام يرشدون. وربنا قال للصوفية. وغيرهم. من الناس البيان ده وشنه معه? من الصوفية البي يكلموا كلام ده. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم. ولو سمعوا شنو? ما سجابوا لكم? ويوم القيامة شنو? يكفرون بشرككم. جايك مسلا كمثال تاني اخير نختم لك بهو. العلمانية. بس بكلام بسيط. علمانية معنا جنو? للعلماني. علمانية معنا جنو. تسوال له. طبعا انا يا علماني كان سألته بيحتارك. بيقون بنجر لك تعريب من رأسك. لا لا يتا انت بليد. انا دار تعريفة سيادك العلموك لهناك. التعريب بتاع الجماعة تاين فرنسا. قيبوا لي هنا. قال شنو? علمانية قال لك لا دينية. يا طلاب. حدا قال لك لا دينية. ضد الدين. دي تكون حق كيف? تكون شنو يا جماعة? تكون حق كيف? ما بقد تكون حق اصلا. قريبت الحاصل? ونازل زي ما اللي ما دي عندنا واحد كده. بيقول له مين كده الحلو? ده العزيز الحلو. اه. طبعا ده عبارة عن حركة شيوعية مسلحة. قلت بالك معي? ده تعريفة الزول ده. حركة شيوعية شنو? مسلحة. ده الواحد محمد نور حركة علمانية مسلحة. الكيزان. ناس الظل حركة كيزانية مسلحة. ده تعريفهم كده افهم الكلام ده كويس. عريبتها? ده قال طبعا ده بيضرب على اوتار العنصرية دايما. بيضرب على شنو? واكتر الجين. حاربة العنصرية هو شنو يا معا? هو الاسلام. لكن داير يغرز الشيوعية دي في شنو? في اهله وفي السودانيين من هذا الباب. لتعلم خباسة شنو يا معا? خباسة هذا الرجل ويستغل اخطاء الكيزان وممارسات الكيزان السيئة في البلد دي. عشان يرميك شنو يا معا? الشيوعية. جاي بتكلم قال عن الهوية السودانية قال. انه هنا طبعا السودان ده ما ممكن يكون كده. قال لانه طبعا في عرب وفي ما عرب. وما ممكن يكون السودان ده عربي. يا زل السودان ده لا عربي لا عجمي. السودان ده بلد شنو? مسلمين. والمخالي قال في السودان خلاقون الله. بيحكمهم بشناية معا? الهوية بتاعتنا الاسلام. انتهى الموضوع ده يا الحلو وغيره الحلو. الموضوع التاني. قال في دين وفي دين نصراني وفي دين شان كده قال ما ممكن نحكم فيهم الاسلام. طيب يا فاهم تاني بسيط. لا قلت انت في النازل بيستدلوا بيبطل الاسلام بآية من الانجيل. يجب لك آية من الانجيل يبطل بقى الغران. يقول لك قال ما لله لله وما شنو? دي من وين انت عارفة? دي دي آية في الانجيل. النصارة قالوا ما عندنا مشكلة مع اي منهج. ما عندنا شنو? يعني حتى لو حكموهم بالاسلام شنو? ما فارق معهم حتى حسب فهموهم. قالوا ما عندنا لمشكلة. الله براهو والنظام براهو. ده ان? ده هناك في النصرانية. لكن في الدين في الاسلام ربنا قال اني الحكم شنو? الا لله. ده فهم براهو مختلف يا شيخنا. ودي يا جماعة ودي دي فهم عجيبة جدا جدا. قال لي يا جماعة العلمانية دي فهم عجيب جدا. قالوا لك عن الحريات. وليك حرية مطلقة. حرية يقول لك. هس لان من جينا بيجينا نروض عليهم اشغل اشنا يا معا? اشغل اصخنة ولا ما اصخنة? انت ليلة مسلم الغنوات كلها السودانية بالمناسبة. سلماء للجمهورين. الجمهورين شغالين للنهار. عريب تلحاصل? سلماء شنو? ده الجمهور. ده انو العلماني عندهم فهم انو الجمهورين ده البناء. ده ما عندهم فهم يا اخي. الجمهور ده ما عنده فهم. افهم يا مسكين. ما عنده اي طايوك اناقش به. يعني يجي للزول. حيجي اقني يعني يجي لانسان يقول لي اسمع. نحنا محمد ده خلاص موضوع انتهى. عندنا نبي جريد اسم محمود محمد طه. ده رتك تغنع الناس بكلام زي ده. ويتكلمون لك عن الحريات. طعم بالعقل. ما ممكن اي ما تكون في حريات مطلغة. حريات مطلغة لي ما في. انتهي لو راكب الزلط ده. شارع الزلط ده. بتمسك امينك صح? لو قلت لا انا حر. ده رمسك سيناي معه? ده رمسك الشمال. ما بتموت? غلا ما بتموت. كنقول تاسي حرية? بجي بديك قف في المهال دينا. بديك قف لما انتليف كده. تقول لي ما لك اقول ليك حرية. هريد حلالي كيف? الحرية هي ضابطة شنو? ما هي ضابطة الحرية? يقول ليك حريتك تتوقف. لا انا ما تتوقف. انت ما قلت بس كده حرية قلت. تتوقف ايوان انا بتوقف في الايات والاحاديث. ده النزام بتاعيانا. يقول لك تتوقف اندو حرية الاخرين. دي جيبتها من مني? دي نجارة ايتها من راسك. انا ما مقتنع لك بها راسك انت. ويقول لك طبعا احنا العقل. العقل يا جماعة ما ممكن يكون مرجعية. لانو عقل منو. عقل منو. عقل الحلو دي اندو عقل لسي. كويس? عقل اصاريق الماني. اللي بيقول لها ايات المواريز دي راجعوها. اللي بتاعي اندو بطايق ده. عقل من يعني? عقل الناس مين المستغلين? حزب كامل بيقول بايش عكوش? ها? عقل منو? لانا جماعة محمد احمد وحاج احمد دي النفرين. اي جزء العقل وتفكيره بيختلف من التاني. شان كنا ما ممكن يكون مرجعية. بعدين العقل زاده. عقل زال عمره عشرين سنة. وعقل زال عمره اربعين سنة واحد. عقل زال عمره اربعين. وعقل زال عمره سابعين. عقلهم واحد. ما واحد. شان كنا ما ممكن يكون شونا يا جماعة? ما ممكن يكون العقل المرجعية. ابدا ما ممكن. والاسلام ما بيلغي العقل تماما التفكير. تفكر. لكن ما تجيب لنا افكار مخافة لشونا يا جماعة? مخافة للاساس. لان انا بحاجة غلينا. هسرا وجيت لانه كان في الشيوعي كبير في الحزب الشيوعي. كان عندنا بدري. قال لنا جماعة كلمة الشيوعي ده غيروها. اسم الحزب ده غيروه. غيروا الاسم ده نسميه اسم تاني عشان الناس تقبلوا. طبعا ده ده الخبيس. ده ده شنو يا معا? ده ده الخبيس. الجماعة ما قبلوا. الشيوعي ما قبلوا الكلام ده ابدا. ابي يقبلوا. ما قبلوا. طوال طرده من شنو? من الحزب. لانه دي اساسيات دي وصول عندهم شنو في الحزب. لو جيت لجماعة في اي حزب. قلت لما جماعة نغير نغير الحقيقة الاساسية القاملة ما بيقبل. ف دي كلها من الاشياء شنو يا جماعة? من الاشياء الباطلة. والكلام كثير. ونفتح على الفرصة ان شاء الله لأخونا بشوق. ذلك وصل اللهم وبارك وانعم على محمد وعلى آله وصحب اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.